هلأ نحن قدام تحول كبير بسوريا هاي سوريا ما حدا فيه يقول انه والله انا يعني بدي انسى سوريا من ذكرتي ومن تاريخي لوين رايحة سوريا انا بعتقد انه رايحة سوريا الى مكان فيه تهديد لسلمة الاهلي قدمة جمل تهديد لوحدتها تهديد لخيارها الوطني وتراجع بمفهوم بناء الدولة الوطنية فيها والخيار العروبي قطعا يعني مفهوم القومية العربية مش موجود بالقاموس عند الجماعات الجديدة لكن هاي هوا مشكلة سورية بقلب الشعب السوري واللي كانوا ضد الدولة السورية والمعارضة والموالات ولا ده فيه مخاض بده تمر فيه سوريا وهذا المخاض سينتج حكما رغم الدماء التي ستسيل ورغم الانقسامات ورغم المتاعب والمصاعب هاي سوريا ما رأت بمخاضات سابقة محل سوريا الطبيعي ان تكون هي مركز العمل القومي على المستوى العربي هذا مش اختراع هذه تسمية سوريا قلب العروبة النابض مش طرف فكري يعني هي تعبير عن الموقع الجيوستراتيجي التاريخي لسوريا وبالتالي هذا الموقع الان فيه محنة لكن هذه المحنة هي عابرة هي استثناء هي عكس التاريخ وبالتالي منطق حركة المجتمع السوري اللي هو مجتمع مثقف وفيه ناس يمكن كانت بحاجة تتخلص من عدة العداء للنظام الحاكم لا ترجع بعدين مثل ما صار بالعراق انه ما صار بالعراق هيك تلت ترباع المعارضة العراقية كانت انه مع الامريكان لنتخلص من صدام حسين وانه النظام الحاكم والأحادية والطابع المذهبي ما نفس الرواية الان موجودة عن الجماعات التي الان استلمت سوريا هي ذات رواية المعارضة العراقية في الاستعانة بالامريكي وتسليم البلد تحت الاحتلال تحت شعار نفس التعبير التخلص من الطاغية والتخلص من النظام الظالم ومن الفئة الحاكمة بالمذهبية والتي انه بالعراق اضطهاد سني للشيعة وبسوريا اضطهاد علوي للسنة كويس قديش ضايا الوضع في العراق حتى بدأت طريقة التفكير العراقية تقول انه طيب وبعدين طيب ما راح صدام فيك تضل تستعمل قصة صدام عشرين سنة وتبني عليها احتحليلات واستنتاجات كل ما تنزرك بمحلة تقول هولي جماعة كانوا مع صدام بس بالآخر في عراق بده يواجه تحدياته وتحديات العراق الى على ابي مكانه بهالجغرافيا شو بيعمل العراق مع ايران بعاديها والله بيعمل معها علاقات تعاون وحسن جوار في فئات من البنية العراقية راحت انه لو النظام ما اخد قيار بالعراق راحت فتحت مع ايران وعملت فصائل مقاومة وصارت جزء من محور المقاومة وفي ناس بالعراق فتحت على سوريا وعلى حزب الله وفلسطين وعنوان فلسطين وإلى آخره وبالتالي حدث تحول في العراق بس العراق بعده ما اكتمل في التحول بعد الجماعات الكردية بمحل وبعد في بيئة معينة محافظة بتشوف بالامركان وبالعلاق فهذا مسار بده تمرق في سوريا وهذا المسار يعني سينتج سوريا جديدة بس مش هلأ هذا بآخره وهذا سيستمر سنوات بهالسنوات انا رأيي انه في حاجة لخطاب سياسي تجاه الوضع في سوريا يأخذ بعين الاعتبار انها في مقر مش على قاعدة فتح النقاش اللي ما بيوصل لمحل انه الرئيس الاسد كان صح وانتو غلط وكان وطني وانتو عملاء وهذا النقاش بالدفاع عن الرئيس صدام حسين مع الفارق طبعا بين اتنين لكن عم بحكي لما بصير العصبيات هي الحاكمة ما وصل لمحل في العراق ونحنا يعني انه الدفاع عن مرحلة مضت لن تعود ما في منه فائدة اللي في منه فائدة هو مناقشة الخيارات شرفوا التحديات واضحة ومعروفة تحديات بحجم جولانكم محتل هذا مش جولان بشار الاسد انتم تقولون انه حافظ الاسد وبشار الاسد بيعوا شرفوا حرروا وفرجونا كيف رح تحرروا بلدكم مأسم بتقولوا زرعة طائفية وماشي على رأسنا ازرعوا انتم الوحدة الوطنية فرجونا كيف ستنشئون مناخات من الوحدة الوطنية تحقق وحدة السورية الامريكي يمارس الهيمنة وقاعد حاطة قاعدة هو بتقولوا تبع سوريا لايران بتقولوا انه مش حتبعوها لتركيا بتقولوا تبعها لروسيا بتقولوا مش حتبعوها لامريكا هاي التحديات الحقيقية الان وهي ما الى علاقة بشار الاسد طيب بشار الاسد لم يعد موجودا هلا انتم تفضلوا جاوبوا على الاسئلة الواقعية التي تتحداكم يعني موجودة ومثل ما قلنا المقاومة بلا مقر وانتم وإياها من نفس البنية الفكرية والثقافية وكرمالكم هي خسرة سوريا سبع سنين وخسرة محور المقاومة بيظهروا شرفوا تضيفوا حماس عندكم وفقروا حصرمي بعيوننا جميعا انه سوريا قاعدة المقاومة واللي بدوا يعمل محور مقاومة بيجيع سوريا بيعملوا مش مع ايران بيعملوا لنروح لعندكم نعمل محور مقاومة لانه نحن بوصلتنا فلسطين وخيارنا مقاومة واللي بيمشي بكرة عملوا مقرات المقاومة الفلسطينية افتحوا مكاتب المقاومة مش يترحلوا ما تبقى منها هلا لانه فيه قيوة مقاومة فلسطينية موجودة بالشام انا اجزم انه لن تستطيع البقاء في دماشق من الجهاد وماشي شعبية وغيره ففضلوا يعني الواقع ما فيه مجال للمناورة فيه تناور بالكلام فيك تناور بالحديث عن الماضي بتحديات اليوم والمستقبل ما فيه مناورة طالما انك اصبحت انت في موقع القرار طيب بالتقييم الاجمال العام نحن هل تلقى اولا هل هزم محور المقاومة او قوى المقاومة او فكرة المقاومة انا رأيي انه فيه خسائر متوازية بين قوى المقاومة وبين الاسرائيلي مش صحيح انه بس نحن تلقينا خسائر لانه الاصابات التي لحقت بالكيان كيان الاحتلال غير قابلة للحل وغير قابلة للشفاء فيه عربد ادم بده بالحكي نتنياهو وفيه يعمل هون ويفوت ويفشخ هون فيه شي حقيقي ثقة المستوطنين ببقاء الكيان اصيبت اصابة بالغة وجودية انه وهذا الجيش قدرته على القتال البري في حول الف علامة سؤال من غزة مش بس عم بحكي من لبنان هو الان في غزة يتلقى الضربات ويعجز عن حسم الوضع وبجنوب لبنان لما كانت المعارك قائمة لم يستطع ان يحقق شيئا ولا ان يثبت انه جيش صالح للحرب البرية والمقاومة بلبنان انا يعني واثق انه هاي المقاومة صحيح انه تلقت ضربة قاسية بظهيرها وسندها وشعورها بالامان الاستراتيجي بوجود سوريا ضمن خط المقاومة وفي حالة المطاف المقاومة قطعت شوطا بعيدا في التصنيع وهي بنسبة تسعين بالمئة تعتمد على ما تنتجه وحاجتها للاستيراد ولخط الامداد وهذا صارت محدودة جدا وعليها الآن وهي تعرف كيف تعمل ذلك ان تعبئ العشرة بالمئة اللي كانت تعتمد عنه فما عندها مشكلة يعني هذا الحكي عن خط الامداد ما له ايمي استراتيجي الآن في وضع المقاومة بنيتها البشرية ممتازة قدرتها القتالية ممتازة مشكلة المقاومة شيء واحد هي البيئة السياسية المحيطة بها التي لم تكن مؤيدة لقرار جبهة الاسناد واللي الآن ستتصرف بعد التحول الذي جرى بسوريا انه على المقاومة ان تكون اكثر تحفظا في خياراتها بوجهة اسرائيل لانه الاستفراد صار سهل وانه المنطقة ما عادت هي بالصورة التي كانت عليها وهي بتقطع برأي المقاومة ستتعامل بمرونة وتتعامل بخطاب منخفض والتراعي الداخل اللبناني يمكن هلأ تقول يعني تخفض شروطها في مواصفات رئاسة الجمهورية لترجع تلم البلد لانه في بيئات بدأت تجري محاولة استناظة على اساس لغة الفتنة في مواجهة المقاومة اكمالا لما جرى في سوريا هذا كله اخماده يستدعي تعجل بتركيب مكينة الدولة وخطاب التماسك الداخلي برأيي المقاومة ستفعل ما يلزم على هذا الصعيد لتسريع هذه الرزنامة هذه الرزنامة بتقطع سنة زمان انت بتلاقي حالك بوضعية مختلفة فما في قلق على المقاومة في لبنان وبرأيي طالما المقاومة في لبنان بموقع حفظت مقدراتها وبنيتها ومحاطة ببيئة سياسية امنية اجتماعية فيها قدر من الامان الداخلي لعدم تعريضها لاستدراجها لمواجهات داخلية تفرط قوتها وتستنزفها وتدمر بيئتها وهذا طالما هذا قائم وانا يعني برأيي ان شاء الله في ثقة كبيرة جدا بان هذا سيكون فهي تعبر المقامة في فلسطين الاسرائيلي الان هو محرج اصلا هو لازم يعمل اتفاق اجباري لازم يعمل اتفاق كان ثمن الاتفاق ما في بيعه بالرأي العام الاسرائيلي بعتقد اللي صار بسوريا بيعطيه فرصة انه يزمط فيه انه يقدم ثمن ليعمل اتفاق بغزة ويتغطى بالنصر وصورة النصر الذي تحقق في التحولات السورية وهذا سيجعل مقامة في فلسطين برغم كل الجو المحيط فيها وغزة ولجنة من 15 ومن حماس ومن فتح وتابع على السلطة الفلسطينية ديناميكية الصراع ديناميكية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لا تغير فيها الاسماء ولا تغير فيها التراكيب السياسية هذه دينامية وجودية فيه واحد من اثنين بده ينلغى عن الخريطة يا الاسرائيلي بده يقدر يطلع الفلسطيني من المعادلة الديمغرافية والجغرافية معا يا الفلسطيني بده يطلع الاسرائيلي هذه معركة ما في حل سياسي ولا فيها محل التذاكي السياسي مجرد حفظ فكرة المقامة قوة المقامة حركة المقامة حضور المقامة يعني النمو هو طبيعي فيها وبالتالي نحن رجعنا لوراء نعم صحيح لكن نحن ما فقدنا أسباب العودة للاستمرار البنى والنواة التي كانت تقاتل لا زالت بخير ومتعافية بدليل القتال في غزة بدليل بنية المقاومة في لبنان هلأ هون بتصير الأسئلة اللي من نوع ألم تكن خياراتنا خاطئة في الطوفان أو في جبهة الإسناد أو في وقف إطلاق النار هاي الأسئلة بعتقد الأساسية يعني أنا رأيي ما في مانع النائش لأنه في ناس هلأ عم بتقول أنه لو للطوفان نحن ما صار فينا اللي صار والطوفان هو اللي وصلنا لجبهة الإسناد وصلنا ل مش صحيح أولا كل ما جاء سوريا ما موجود الأزمة بسوريا والموقف التركي الداعم للجماعات والمشروع التركي والرؤية التركية كل صيغة كان بده اللقاء مع الرئيس بشار الأسد مشان ياخدوا الصورة وأنه فيه يعني هؤل جماعة بدك تحط إيدك بيدهم وتعطيهم دور بالحكم كان اني آش على الانسحاب التركي هو ما بده يناقش الانسحاب هو بده ياخد الصورة ويقول عرضت عليه أنه يعمل مصالحة ما قبل فاتوا الشباب يعني هاي كانت بتصير هيك وبتصير هيك وبتصير هيك لكن كانت بده تصير وبالتالي هل كان يمكن تفادي المطحنة التي نمر فيها ما لم يحدث الطوفان يعني أنه الطوفان بيّن أنه خطوة غير محسوبة بقياس شو اللي بيجي بيقلك أنه كرمال تبادل أسرة راحت غزة واحتلت غزة ودمرت غزة شو استفدنا حتى إذا هلا أعطوك الأسرة وانسحبوا الإسرائيليين من غزة غزة غير قابلة للسكن هذا بمعيار أنها معركة هذه هي أهدافها أو هذه هي النتائج التي تركتها على حركة الصراع طوفان أسرة أسرة أكبر من هذه الأسرة أولاً لو لا طوفان الأقصى وين راحت المنطقة خطة المنطقة كانت راحة على محل تاني حدث اجتماع الهند على هامش قمة العشرين وأعطيت صفارة الانطلاق لمشروع خط التجارة من الهند إلى الخليج إلى حيفا إلى أوروبا للتطبيع السعودي الإسرائيلي هذا التطبيع ما بيصير إذا في مقاومة على قيد الحياة هذا التطبيع معه حرب استئصالية اجتثاثية من غزة للمقاومة لكن بمبادرة إسرائيلية والناس نايمي اغتيالات مكثفة تدمير مكثف ثم دخول بره ودفع الكلفة المطلوبة ومبين أصلاً الحرب التي شنها الإسرائيل أنها كانت مجهز لها وعنده خططة وعنده 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 وما في شيء يعني احتاج منه وقتاً كي يبدأ به كان الفرق أنه حرب تجي بخلفية جرى التطبيع وطوية الصفحة والإسرائيلي بادر إلى الحرب واحتمالية النجاح بسحق المقاومة وهي تأخذ على حين غرى احتمالية بتصير أكبر بكتير بلبنان نفس الشي بل جبهة الإسناد الإسرائيلي اللي بيّن أنهم حضرون هم علاقة بالإسناد وهو ما تحضروا خلال الإسناد لا موضوع البيجر ولا موضوع اللاسلكي ولا اغتيال سماحة السيد ولا اغتيال القادة هوا كانوا التتمة لحرب غزة بعد أن يفرغ من غزة أو ربما في نفس اليوم الذي يبدأ حربه على غزة يضرب الحزمة القاتلة ويدخل في جنوب لبنان وحدا يقل لي أنه هي والناس قاعدة ببيوتها وبجامعاتها وبأعمالها هوا الشباب اللي بأيطرون واللي بمارون واللي بهذا هوا مش قاعدين هوني مش فيه على طول على مدار الساعة أربعين مقاتل بها الموقع وخمسين وثلاتين وسبعين ومئة هوا كانوا موجودين لأنه في جبهة إسناد وفي حفة أمامية لو ما في جبهة إسناد هوا مش موجودين مين بدوا يجمعون مين بدوا يعطي أمر الذهاب إلى الجبهة وأيمته وبأي وضع وكيف بدوا يوصلوا لأسلاحاتهم وكيف بدوا يفتح مستودعاتهم ويجهزوا منصاتهم ويطلعوا صواريخهم هل كان هذا ممكن بعد الحزمة القاتلة لو كانت الناس عم تعيش حياتها العادية يعني بعد اغتيال سمعت السيد والبيجر وهو كانوا بينعملوا بيوم واحد الأربعة بالتالي احتمالية توجيه ضربة أشد قسوة للمقاومة إن لم تكن قاضية كانت أعلى بكتير والإسناد هو اللي حمل مقاومة والطوفان هو اللي حمل مقاومة في غزة من الضربة الأشد صعوبة والطوفان والإسناد هن اللي حموا القضية الفلسطينية من التصفية وعادت القضية الفلسطينية على جدوى الأعمال الغير قابلة للتجاهل بغض النظر عن أجسام المقاومة الآن القضية الفلسطينية عنوان لا يستطيع أحد أن يقفز من وراؤه ما حدا فيه نط عليه ما حدا فيه تخطاه وأعادت طرح المظلومية الفلسطينية في الوعي العام الإنساني سقطت نظرية المحرقة بدليل أنه هاي محكمة المحرقة جابت مذكرات التوقيف لنتنياهو جلانت سقطت نظرية العداء للسامية ما عد حدا يشتريها بفرنج مصد وما عد فيك تخوف فيها حدا بالعالم سقطت نظرية أنه إسرائيل هي امتداد للديمقراطية الغربية وللحداثة وللتمدن وللتحضر في منطقة التوحش صارت إسرائيل دولة الهمجية والإجرام والتوحش وهو كلهم من بركات الطفان نحن مكملين من هون من هون مكملين أنا برأيي الخلل الذي كشفته هذه التطورات هو التالي بصراحة أنه لا توجد حاضنة ثقافية نخبوية شعبية منظمة جادة على المستوى العربي تعادل ميزان القوى العسكري الموجود عند المقامة ما في ميزان قوى سياسي وثقافي موازي وهذا هو الانهيار حتى بسوريا هذا الانهيار أنه الرئيس الأسد لما بصير شغلته وعملته يأنع لجنة المركزية لحزبه بأنه العروبة هي الخيار وهو اسمه حزب البعث العربي الاشتراكي لما بيكون هالأد التردي الثقافي على قاعدة أنه نحن السوريين السورة وسوريا أولا ما كانت صايرة عامة بسوريا وأنا أذكر حتى في فترات الحرب التي عبرت على سوريا وأنا بيعرف أنه الرئيس كان شغلته وأي صديق من الأصدقاء وأنا واحد منهم أنه أد ما فيكن ساعدوني في موضوع السوريين بيحبوك وبيسمعو لك أنك تزرع فكرة العروبة وترجعهم على أهمية العروبة وهذا في مناخ عام طيب الآن سوريا للسوريين هيها سوريا للسوريين خلي الناس تختبر هذا الخيار بس هالنخاب اللي بتعتبر أنه هي ما راحت على الفكرة العروبية لأنه فلان فيها أو فلان فيها أو ترف فكري عجبتها فكرة حلوة لإقناعتها بأنها معبر ضروري إلزامي لتأسيس التحول كان في شيء مش طبيعي باللا توازن بين حجم الحضور الثقافي والفكري والاجتماعي والسياسي المنظم لفكرة العروبة لفكرة الدولة القومية لفكرة المهوض الاقتصادي ما فيه توازن بين هول وبين القوة العسكرية لقوى المقاومة وبالتالي عنا قوى مقاومة قادرة أن تصمد قادرة أن تقاتل بس ما عنا بيئة عربية والدليل أنه كانت طفان والمذبحة في غزة والإسناد من لبنان واليمن العظيم وموقف اليمن إلى جانب والعراق استطهدت مقاومة أديش نسبة المواطنين العراقيين اللي كانوا مستعدين يتحملوا تبعات دخول العراق في حرب من أجل فلسطين نكون صادقين ونحكي فش عشرة بالمية ولا خمسة بالمية نحكي الأمور هاي من نموذج اليمن ما فيه متلو بالعالم العربي ولا بمحل بسوريا أديش نسبة السوريين اللي كانوا مستعدين يمشوا وراء الرئيس بشار الأسد إذا بدوا يقرر فتح اشتباك واحد بالمية ما فيه أنا عم بحكي الأمور بيعرفها بلبنان أديش نسبة الذين في لحظة صار الإسناد كلفته حرب غير البيئة اللصيقة بالمقامة في البيئات الأخرى وبس تقول البيئات الأخرى يعني البيئات التانية بدها تقول لا وتشاركها أنت بدفع الثمن يعني تجبرها تدفع ثمن على خيارات أنت أخذت وهي غير مجمع عليها وطنيا يعني عم تعرض البلد لحرب أهلية أو لانكسار في وحدته الوطنية ولا حدا كان مستعد يمشي ولا حدا أنه حرب تفتحوها أنتو وبتدفعوا ثمنها أنتو ماشي بنسكت عنها ومنقول برافو بحكمتك يا سيد جنبت لبنان أن يدفع كلفة الحرب بدها توصل الحرب على البيئات الأخرى بدها توقف الناس وتقول لك مين فوضك دفاع أنت حقها نحن ما مستعدين ندفع حقها وبالتالي المقاومة كانت محاصرة باللحظة اللي صارت لهالسبب أنه السيد كان يقول إذا تعرضنا لحرب نحن ما منخوض حرب لكننا لا نخشاها مظبوط لأنه ساعدت كل اللبنانيين إذا إسرائيل شنت حرب شو بدنا يقوله دخيلك يا سيد رد عليهم أنه بالآخر خلاص استبحنا بس أنت رحت على الحرب أنت رحت على الحرب يعني أنت أسقط حق الدفاع وبالتالي صار اللي جاي فيه الإسرائيلي هو رد على ما بدأته أن تتحمل أنت الرد طيب هل كان يمكن للسيد ألا يذهب إلى جبهة الإسناد ويترك غزة شو بيكون صورته قدامنا نحن قبل أي حدا تاني هنحكي الأمور بصراحة بصراحة أنه بالتاريخ في لحظات أنت توضع فيها وأنا قبل الهوى استخدم التعبير بس أنا أقول سيد المسيح ما كان بين خيار من اتنين المخاطرة والتعرض للصلب أو خيانة المبادئ والقيام اللي آمن فيها واللي عرضها كان عنده حل من اتنين يا بيبيع وبالتالي بينجا يا بده يوقف ويتمسك ويتصلب ويدفع الكلف الإمام الحسين مش هك كانت في محطة أنت بتصير أن هناك خطوة كبرى تاريخية في مصير القضية الفلسطينية على طريق التصفية أنت تراها أمامك وأمامك فرصة لقلب الطاولة بس ليست لديك الحسابات والضمانات التي تقول بحتمية الوصول إلى الهدف شو بتعمل؟ بتخلي سلاحاتك يصدوا تحت شعار الحسابات غير دقيقة؟ والله بتروح على الطفان وأنا برأيي أنه هو خيار وأصحابه استشهدوا مش أنه يعني دفعوا الناس إلى المعركة وهن يعدين بهذا يعني إذا كان المسؤول السياسي الأول بحماس وقت أرار الطفان هو رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية فهو شهيد وإذا كان المسؤول هو من صمم الطفان وقاض الطفان وهو يحيى السنوار فهو شهيد وإذا كان الذي أخذ قرار جبهة الإسناد هو سمحت السيد فهو شهيد وإذا كان اللي أخذ قرار وضع سوريا في قلب محور المقاومة وهو الرئيس بشار الأسد فهو يا شهيد يا معتقل يا ما بنعرف فهو الناس حطوا حال مستعدين يدفعوا ثمن خيارات للآخر لقناعتهم أنه من الزاوية الأخلاقية لأنه أنا مثلا أفترض أنه واحدة من الإشياء أنه الاتفاقات التي يمكن كانت أن تجنب سوريا وتفتح لها الأبواب إلى ثمن اسمه إسرائيل ما حدا مستعد لا عربي ولا دولي ولا هذا أنه يجب لك وقف العقوبات وفك الحصار إذا ما بتدفع شيء لأمن إسرائيل وأنه الرئيس الأسد كانت مجبر أن يجعل سوريا تدفع ثمن دخول المجاعة وفي دول انهزمت بالحروب بسبب المجاعة وفي جيوش انهارت بسبب المجاعة وأنا برأيي سوريا كانت على حفة مجاعة وجيشها كان مع يعني فاقد لكل قدرات الصمود وإمكانيات الحركة ترجمة نانسي قنقر